أنا الحمد لله يعني ميكا نزاكرت الشخصات بتاعته كويس جدا يعني خصوصا كمان أستاذ أحمد عبدالوهاب لما كلمني في الأول لما خلاص قالوا لي ضنة عالدور قال لها ساعد بص احنا راهلنا عليك أستاذ أحمد عبدالوهاب قال لي كلمة قال لي احنا راهلنا عليك والأستاذ كريم سامي قال لها ساعد دي فرصة وما بيجيش ما بتتكررش كتير فأنا مسكت الجملتين دول بالزات وحطتهم في دماغي لغاية لما أنا فركش ساعد تفركش تصوير ميكا خالص فأنا الحمد لله يعني فضلت قاعد بذاكر شوية كتير قوي على الشخصية أزود لها تفاصيل أزود لها القاعدة بتاعته القاعدة بتاعت ميكا ماشية الكاركتير نفس شوية حاجات كده بيتعمل التفاصيل للشخصية عشان تبقى حية عشان ها بابعد عن سيد خالص فاهمني؟ بس فالحمد لله يعني تلاعت زي محضراتكم شفته اللي ورا ميكا أنا الأول كنت في الجامعة أنا خريج كلية إعلام كأكاديمية الشروق كاسمه صحافة اشتغلت وانا في الجامعة أول يعني أول لما ابتديتها ابتديتها من أول سنة في الجامعة قدمت وراقي أول لما قدمت المفروض اللي واحد يسأل عجادوا على الكلام ده لا أنا فين المسرح اللي أنا؟ دغلت على المسرح على طول فقابلت هناك كأستاذ أحمد سامير ريان ده أنا اشتغلت مع شوية تورود في الجامعة وتشارت هناك بكاريكتيريس موساد موتسيكلي الحمد لله أنا على طول معا بيعمل كده فعلم؟ اشتغلت معا برده من بر الجامعة مسرحيات هوية بقى والكلام ده وبرده اشتغلت مسرح مع الأستاذ محمد مبروك ده أنا برضه مسرح ده ورشة فنان الشامل فيها أستاذ أسكر ده مدرب إقاع وأستاذ مصطفى حزايم بانطمايم والحمد لله يعني بقيت بقى خش في الميديا قلت خلاص بقى مسرح شوية أشوف بقى الميديا حضرتك زي ما انتعارف اللي الميديا غير المسرح المسرح عايز باور جامد عايز حركة كتير اه السينما والتلفزيون عموما لكن من قصد اللي هو المسرح عايز باور جامد الميديا لأ عكس كده خالص عينك بتتكلم عينك بتقول قبل البقك ما يتكلم بأي حاجة ده اللي أنا استفدت منه كتير يعني في الورشة كنت عند إبراهيم فرج عند أكتنج كوتشوم أوزو محمد أوزو ده برضو عامل ضجة سنادي باسم الله ما شاء الله في الحشاشيين صاحبان وبرضو مع الأستاذ رأفة البيومي في بي أكتنج عند خالد صفوت دول ده رأستي بقى هناك عنده إحنا أصلا من الكاهرة من الأمارية بس والدي فاتح بقى له 14 سنة في برسعيد فاتحين محلات هناك سرقة اسمها سرقة الطنطة فكل واحد في إخواتي ليه ليه محله ليه كاريره يعني فأنا الحمد لله يعني أنا أنا بقى فينا برايحهم رايح أخويا كبير أرايح أخويا الصغير أرايح بابايا فهم لما بقى في برسعيد بقى رايحهم مش أكتر لكن أنا واخد يعني التمثيل الهواية الحمد لله من زمان اترشحت إزاي يعني واشتغلت إزاي أنا كنت بسعى كتير قوي عدت أسبوع كامل بسعى يعني لا قبل رمضان أنا عارف بقى السيزون إيه؟ لا بس ده السيزون السيزون عمتا في السيزون أنا قبل رمضان بنزل شوية كده لف كتير أنا واحد صاحبي اسمه محمد حمزاود فباللف لفة حلوة قوي كده على المكاتب فقبليها برضو كنت بلف طبعا لازم ألف في كذا مكاتب روحتها بيقول لي يا ابني مش انت كنت هنا مبارح أنا من كتر المكاتب أنا كنت بنسى فالحمد لله يعني ده رضا ما عند ربنا جيت وأنا راكب السوبر جيت يومي اللي اتنين بالزبط الساعة تمانية ونص كنت راجع لبروس عيد فبقال لي بقى السوشال ميديا لقيت رقم الأستاذ أحمد لقيت أنا أسف سوري اللي اتكونت بتاع أحمد عبدالوهاب فبعتله الشري البتاعي فالحمد لله يعني بعدها بعد أسبوعين لقيت رد عليها قال لي يا سيد مساء الخير وانت عندك كم سنة طول 24 قال لي طب انت عادي لو حلقتي ده انا كنت تلقى طبعا انا عنديش مشاكل انا كنت يبدأني الأول قال لي طبعا طبعا ما عنديش مشاكل قال لي طب بص اديني يومين وهكلمك تاني فالحمد لله يعني بعد يومين كلمني قال لي في مشهد هبعته لك وتصورولي تصوير مبدئي يعني اتصورت المشهد ده انا في المحل عندي اخي الصغير كان بيصورني واحد صاحبي كان بينقل الكلام يعني بتاع الأستاذ كريم والأستاذ شيكو عشان هو المشهد كان تلاتة عموما المشهد ده كانوا لهو شده وتحكيم اللي هو كانت لها تريند دلوقتي فالحمد لله يعني أبلوني فقال لي سادة ببص تعالي عندي مكتب أحمد تركواز ونعمل اودشن فالحمد لله يعني عملت الاودشن والكلام ده كان لها دبل كاست كان لها حد تاني فالحمد لله انا كنت قاد مع الأستاذ كريم سامي وله أحمد عبدالوهاي قال له بص خلال أيام كده ربنا يوفى ان شاء الله والله الصراحة انا صليت ودعيت له ربنا كتير اول لان اخد الدور ده بأمان الحمد لله يعني وده كرم من ربنا الحمد لله ودعوت والدتي اشتركوا في القناة